رتم اللعب كل ثلاثة ايام ماتش في نص طريق الوصول للجولة الختامية وان شاء الله اللقب عدد اثنين وثلاثين لابنة ببسويقة شوف نقبل الماتش بنص ساعة مساعد مدرب التراجي يانيس بوسعيدي وانصرح وحكا على استعداد كل ملعبية الاحمر والاصفر للماتش اتحاد بن جردان وبسؤال مرسل قناة التاسعة بخصوص همية النقاط الثلاثة اليوم قال بطبيعة مقابلات الكل مهمة العناصر الكل عندنا فيهم ثقة ثم مقابلات متالية كيف كيف عمل لصابات صبر بوغرين من شاءة كل ما تشوح قيقتم ركزين ان شاء الله والانتصار ضد فريق محترم واللي فيه لعبين عندهم امكانية طيبة وكما سل مرسل قناة التاسعة على ضغط جماهير الاحمر والاصفر والمطالبة بتحسين لادا انيس بوسعيدي صرح وقال بالطبيعة جمهور التراجي دي ما يحب الانتصار والاقناع والادا عنده الحق يعرف مليح امكانية الملعبية ورجع احبابي المجرية اللقاشة وتكثر حركية ودخلة هجومية للاحمر والاصفر شفنا ثلاثيات التقدم للكاج من ايدو الكوليباليف الشعلاني والي هنا ماشاء الله على صاحب 28 عام ويلد منوبة ولعب لمكشخة والمنتخبة التونسي ومحبوب الكل خمسة وخميسة عليه غيلا الشعلاني مايسر وسط الميدان والحمد لله رغم الارهاق والاداة اللي طاحل به محمد علي بالرمضان في دقيقة 35 يصنع الفارق ويسجل بعد مجهود لدخول الدزويد ومنها ليدو يشوت فيتصدر وردين فرحاتي وترجع لبن رمضان والكل وبعد زوستغيرات البنجردان من اول شوط العنوان بقاه جمضة الدفاع وبمراقبة وتحكم وصنع لعب القدام من الشعلاني ماشاء الله علي بين رمضان في ثالث هداف وفي مرحلة التتويج الهناء يراثي رتح الراجل حتى شوط واخرح سبب قية الجولة وبخصوص ماتشيليوم وكواليس ومجموعات محبي التراجي تنسحب من الفراج خلال مباراة اتحاد بنجردان حيث قامت مجموعات محبي التراجي اليوم بالانسحاب من مدارج الفراج بملعب حماد العقر ببيرادس خلال مباراة الفريق لحساب منافسات الجولة الخامسة وتأتي هذه الخطوة تضامنا مع احد محبي الفريق التي تم ايقافه في وقت سابق شفنا في قرتاج بلوس نتائج قرعة لدوار السادس عشر وثمنا النهاي وربع النهاي لكاس تونس لكرة القدام المقابلات اللي همونة المقابل عدد تسعة زيتونة شماخ بجرجيس قدام التراجي التونسي وهو المضيف في الدور السادس عشر في قرعة الدور ثمن النهاي ان شاء الله المقابل عدد عشرين ستجمع بين الفائز في المباراة عدد ثمانية مع الفائز في المباراة عدد تسعة يعني التراجي بعد الفوز ان شاء الله في الدور ستاش اتلاقي في ثمن النهاي اما شبيبة ماجر بالعباس وإلا هلال امساكن وفي مقابلات الدور ربع النهاي الفائس في المباراة عدد عشرون مع الفائس في المباراة عدد سبعة عشر